في الحقيقة مهما كان منصبها سواء كانت عاملة دكتورة طبيبة مدرسة أو حتى وزيرة هتفضل الأم أم تستحق مننا كل التقدير والعرفان وزي ما شفنا مبارح وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أسماء 36 أم مثالية للاحتفاء بها كأم مثالية على مستوى الجمهورية تقديراً وعرفاناً للجهود اللي قدمتها خلال رحلة حياتها لكن احنا هنا في صباح الخير يا مصر قررنا لحنا نحتفل احتفال من نوع خاص بوزيرة هي أم قبل ما تكون وزيرة وهي معالي الوزيرة الدكتورة الأم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح النور وكل سنة طيبين وسعيداً يكون موجودة معكم النهاردة كل سنة كل أم في مصر طيبة ورائعة وجميلة وكل سنة ومش أم برضو جميلة لأن الأم سعد بقول هو روح مش بس أنه يكون عندها أولاد بس هي روح فعلاً لكل أم صحيح الخير مع الوزيرة كل سنة وانت طيبة وعليك طيبة وإن شاء الله يا رب كده تبقى أمهات مصر كلها بسعادة وهنا النهاردة مع الوزيرة يعني خلينا أقول لك أول ما قلت للناس معنا معالي الوزيرة نوجين القباج قالوا لي دي ماما يعني هما بيحسوا إحساس الأمومة في وش حضرتك فأوزيني أعرف إزاي حضرتك بتقدر تجمعي ما بين مسؤولياتك كأم ومسؤولياتك أيضاً كوزيرة يبقى أولاً إحنا يمكن يعني الأمومة في الوظيفة دي بزيت وزيفة وزيرة التضامن يعني هي اسمها تضامن يعني هي المفروض جاية تضامن مش بس مع أمهيت ومع الأسر كلها الوظيفة فعلاً يمكن موضوعات وزارة التضامن كلها ثرية كلها فيها عطاء فيها حب فيها إحساس بالآخر بنخدم فئة أولى بالرعية فغزب عن الواحد بيلاقي مش بس عقله اللي بيشتغل بيحس بالناس دي وأعتقد ده حقوم علينا عشان نقدر فعلاً نوصل للاحتياجاتهم ولحقوقهم أما بقى بنأجمع بين الوظيفتين هو من حسن الحظ أن جات لي وظيفة وزيرة بعد مولادي كيبرو يعني أنا في الآخر هقول لك هي الاتصالات وزادي قيادة جمهورية مصران العربية فالاتصالات بتشتغل أكتر على الإنترنت على التليفونيت على الشاتس لكن الأم بقى يعني أنا الوزارة بنتي وابني وكل حاجة والحقيقة هي يعني بنخدم أطفال كتير بنخدم أطفال كريمي النسب ومعلومي النسب في المؤسسات بنخدم أيتان بنخدم أطفال كتير قوي فبالناس بيلي كل واحد فيهم بعوة طيبة إحساس إن أنا مش قدر أحاسب ماما كده وشوف أولادي كل يوم فبشوفهم هما ودول أحلى حاجة في الدنيا لكن يعني ممكن وأنا صغيرة شوية كده هتبقى أصعب شوية ما كانش مستحيلة لأن معنا أمهات أصغر مني لكن بقول إن الولاد في الفترة دي بيتفاهموا أكتر وبيحسوا إن الأم بتشتغل في وظيفة معينة وديها إحساس بالعمل العام فبقوا أكتر نتجن وبقوا أكتر هما كمان بقى ليهم طموحاتهم فأعتقد إن الفترة يعني الحمد لله بعد ما يعني يتربوا ويكباروا المسؤولية بتهدى شوية أكيد بتفضل دايما مسؤولية موجودة بس مش بتحتاج الجهد بدني الرعاية مش بتحتاج وقت قد ما بتحتاج بقى فكره وإنك مشغولة بيهم وبتفكر يعني ما بتحتاجش الجهد اللي بتحتاجيه وإنتي أصغر بتودي حد المدرسة وحد التمرين وتذكر الفلين يعني المسؤولية بتقل من ناحية الجهد البدني لكن بتزيد من ناحية الطاقة والجهد العقلي طيب معي الوزير عايزارك عم حضرتك للنشأة لأنه علشان نوصل لمنصب زي وزارة التضامن ويكون عندنا إحساس بالناس وإحساس بالعمال وإحساس بالأمهات الشقيانة اللي بتشتغل في المصانع والأمهات اللي معندها الشغل النشأة أكيد علشان نتأهل ونوصل لده النشأة بيكون لها عامل كبير في الموضوع وأعتقد أنه حضرتك يعني والد حضرتك كان عنده مصنع فكان لكي احتجاك شوية مع العمال بوسي النشأة فعلا زي ما هي بتقولي تركيبة يمكن هي كان كنت بتحضر للدور ده أولا إحنا نشأنا في بيت إحنا خمس بنيت ولد واحد يعني ربنا يبارك في يوم فنشأنا يعني إحنا كلنا عن أمهات صغيرات وبالنسبة للمدرسة كنت في مدرسة البنات بس فكاننا وقعدت البنات مع بعضها والاحتكاك اليومي بيخلينا نفطفض أكتر اللقاءات عاطفية أكتر منها مدرسة مختلطة الجزء الخاص بوظيفة والدي الله يرحمه ده حقيقي بابا كان عنده مصنع وكان فيه عمال وكان فيه الإحساس بالعمال وأفتكر علاقته بيهم وأفتكر كان فيه عاملات أكتر كمان أعطاقت كان فيه عاملات أكتر كان فيه عاملات لأ كان فيه وعمال بس كانت العلاقة معيهم أنت بتحس في طبقة تانية بتحس قد إيهما بيتعبوا كانت العلاقة بينه وبينهم مش علاقة صاحب مصنع والعمال كانت العلاقة مبنية لو فيه مواسم أولا كانوا بيقبضوا كل أسبوع مش كل شهر يوميا فكانت حدث أن أنا أشوف أن الناس بتقبض قد إيه وقد إيه مبسوطة بالقبض وأن العاملات اللي موجودين كل واحدة ليهم قصة لا طبعا عيشتنا في دور وطبقة معينة طبقة كادحة طبقة جميلة وليها ثقافة وليها بيحبوا بعض جدا ما بينهم التضامن وتماسك شفت بابا بيحسر مسؤولية ناحيتهم لا يعني طبعا النشأة دي عيشتني في أماكن تانية خالص وفي ثقافة تانية فده حقيقي يمكن تركيبتي كانت فيها جزء تضامني مع فئة كتير حاولت طيب تزراعي ده في الولاد لأنه مش سهل مسألة أنك تحس بالطبقات المختلفة وتتفاعل معاهم وتعي احتياجاتهم وتشتغل على ده سواء من خلال منصب ربنا وصلك لي أو من خلال حياتك العادية حتى لا حاولت جدا مع أولادي أنا بحث أن ده جزء من شخصيتي وجزء هتلاقي وإحنا زغارين كأمتي عندي حضرتك ولد وبنت عندي ولد وبنت الحمد لله رب نيبيرك لكن هي الجزء إذا ما هي بتقولي كده أنا ممكن أوقف حضرتك هنا ونقول ألو 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 أيوة أيوة يا أمي مريم كل سنة وانت طيبة نجحت فيه جامد جدا يا ماما وشكرا على كل حاجة ونشأتك وتربيتك لينا وكل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي عشان هي أول سنة تبقى أم السنة دي أول عيج أم أول عيج أم يونس مع مريم بس أولا طبعا مرسية حبيبتي وربنا يخليكي وأجمل بنت وأجمل صاحبة بجد مش بقول كده عشان ببنانك هي عارفة غلويتها عندي مريم صاحبتي وحبيبتي وبنتي يعني حاجات كثير قوي فكل سنة وانت طيبة يا مريم بس دي أول تهنيئة مريم تقولها لحضرتك من خلالنا ولا كان فيه مكالمة قبل كده لا خدنا الحصري الحمد لله صباح الخير لا ده صباح الخير أنتوا جدا 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 يعني يا مريم احنا مبسوطين بوجودك معنا ويعني صباح الخير عليك وأعايز أعرف منك أكتر حاجة وانت لسه بقى أول سنة أم اتعلمتيها من معالي الوزيرة علشان حطبقيها بإذن الله يا نهارة أبيض لا هي لسه طويلة جدا صراحة صعبة قوي بس قد إيه مش هدهق منه أبدا مهما كانت الحياة صعبة دي حاجة أمي علمتها لي ودايما بتقولها لي طيب هنرجع ونجيب مريم مرة تانية بس عاوزيني يعرف بقى إحساس حضرتك دي تيناك خبر تاني حصري برضو حضرتك دلوقتي جدا مش بس يعني وزيرة وأمه جدا شعورك بقى لما شفتي ابن مريم لأنا يعني عاشقة للأطفال وصبور عليهم صبر غريب يعني تخيلت لما أكبر صبري حقيقين لأ خالص لقيت نفسي لما روحت زورت مريم هي عايشة في ألمانيا وروحت زورتها عدة أيام فلاقيت نفسي نسيت كل حاجة وقاعدة يعني البيبي وفاكرة كل حاجة أولا أعز من الولد ولد الولد بجد فاكرة كل حاجة عن التربية عن إحساسي بيهم وقد إيهم عندهم نظام في الصحة في ألمانيا أنهما بيبعثوا زي ممرضة تشرف على الأم والبيبي كل يوم بقيت مدايقة جدا يعني أنا عايزة للحامل دوت نسأل مريم تاني عملت الدور ده يعني يا مريم معالي الوزيرة لما جات لعبة دور الجدة بجدارة ولا لسه كانت محافظة على دور الأمومة فقط بصراحة لعبة كل الأدوار بجدارة وهي بتلعبهم عن بعض وليس محتاجة تكون موجودة هنا يعني هي معاي على كل خطوة عن بعض أنا بعض ألعب مع البيبي على السكايب ويعني أقول لا لأ عشان يفتكرني علشان طبعا يعني حتى الوقت القليل يعني طول عمري بقول لوليدي وممكن مريم تسمع دوت الوقت القليل هي مسألة جودة الوقت اللي بتعودوا معيهم والإحساس اللي بتبعاته للإبنة أو الإبنة لكن طول عمري لا عايزة أعملهم أنا لكل حاجة حتى وهم صغيرين لا مش عايزة جيد مدرس عايزة أنا اللي ذاكر لهم عايزة أنا اللي أقول لهم بحس بإبني أكتر بحس ببنتي فلا هي طبعا يعني قضيت رحلة جميلة جدا جدا معاهم وبنكملها دلوقت يمكن بشكل مختلف لكن لا حاجات كتير يعني ساعات بيصعبوا على يميني لأن طول الوقت يعني بخليهم يتحملوا أكتر ويحسوا بالناس أكتر وأن مهما كانت حاجات حلوة في إيدنا في حد تاني ممكن ما يكونش عنده الحاجات دي فإزاي فكروا فيهم فلدرجة هنا في ساعة كانت تقول يعني خلتينا نحسة طول الوقت وإحنا مش يعني شايدين مسئولية مش مسئولية إن أنا أروح واشتغل واجيب فلوس بس مسئولية الإحساس بالآخر بس حسن دي حاجة راقية جدا وحاجة مش بس إنسانية لنا إحنا حاجة بتنقل البني آدم في مستوى إنساني ومستوى أرقى كتير معي وزيرة حضرتك كلمت على يعني أول ما دخلت مارين معنا في التليفون قلت دي صاحبتي مش بس بنتي واعتقد علاقة الخصوصية دي حضرتك ورستيها عن والدة حضرتك يعني كنت برضو أصدقاء حسب ما أنا ذكرت يعني وتابعت دايما قفل على نفسك هي مش هقولك أنا على قد ما أنا أجتماعية جدا 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 بس لي جزء بتاعي حياتك الشخصية يعني ممكن الناس تعرفوا لأتفاعل معيهم منيش شخصية منعزلة على الإطلاق يعني شخصية اجتماعية جدا من وانا صغير لكن الجزء اللي قفل على نفسي ده بيبقى أنا زمان كنت زي ما حاجة بتقول كده عندي حياتي كنت قلية بكون نفسي أكتر أنا من أولي بحب التفكير كمان سر النجاح يعني للأسف احنا معه التواصل الإلكترالي أكيد طبعا نجاح نكحة وقدوة لنا كلنا لا ربنا يا خليك يا رب فعلا أنا كل نكحة لأن ساعات كتير بقولهم يعني مهما عملنا لما بتحسن الطريق طويل وشايف الحاجة من كل أبعادها فلما بتتقدم خطوة عشان يمكن معي وزيرها دايما عينيكو عن ناس اللي لسه محتاجة لكن الحقيقة اللي بيتعمل مجهود كبير وكلنا بقينا بنلمسوا على أرض الواقع لكن وأعتقد ده المفترض يكون موجود في منصب المسؤول إنه دايما بيكون عينه على اللي لسه مخلصش دايما بيكون عينه على اللي لسه نفسه يعمل وعلى السيدات اللي عايزين نعمل لهم تمكين أكتر الأطفال اللي محتاجين نساعدهم أكتر يعني أنا يعني من حسب نفسي على قد الجهد لإني بقول لو بجيب أقصى جهد خلاص هعمل إيه تيني لكن هي اللي نفسي شوفه لا طبعا نشوف حاجات كتير قوي أكتر من اللي أنا عملته وأكتر من اللي أنا بعمله وكتير أقول إحنا بنحط جزء في طريق وغيرنا بيكمل عليه لكن على أقل نعرف أن إحنا ماشيين في طريق الصح يعني بدأنا وإن شاء الله يكون اللي جاي أفضل يعني والمردود على الأرض بيقولوا اللي إحنا الحمد لله على الطريق الصح في كل يعني الوزارات مش هقول برضو يعني ما كنش منحز لوزيرة التضامن الاجتماعي فقط بأت الحاف في كل الوزارات بس عاوز أعرف بقى شايفة إزاي عصر تمكين المرأة اللي إحنا موجودين فيه يعني أعتقد حضرتك لعبتي أكتر من دور قبل ما تبقي وزيرة وكان طموح حضرتك في البداية يعني تأثرا بمرض والد حضرتك كنت عاوزة تبقي دكتور بعد كده دخلت اقتصاد وعلوم سياسية مسلت شوية في مصرح الجامعة وانا بنتمي لكلية حقوق بالمناسبة جامعة القاهرة وفي مواهب خاصة بالتأليف أعتقد والقصص القصيرة التوليفة دي كلها شايفة أنها حاجة مهمة لانت تكوني ملمة بكل المجالات بوس هي يعني المجالات اللي بتلمي بيها مش بالضرورة مربوطة بالوظيفة يعني أنت بتبتدي قطار الحياة وكنت ماشية في قطر مش هقول لك قطر سريع بالعكس كنت ماشية في قطر كل محطة عايزش فيها إيه إيه جديد وظائف مختلفة حياة مختلفة بلاد مختلفة فحسيت أن كل جزء وكل تجربة مختلفة هي اللي عملت حصيلة التجارب دي ما أقدرش أحط إيدي أقول ده بالزبط يمكن أنا كمان فعلا وأنا في طفولتي والدي كان مريض لفترة فقد إيه حسيت بأن أنا طفلة لما طفلة بالزيت بتشوف دوة بتحس أن بتتغيرس حاجة رحمة جواك لأن عز مليك بتشوفه ممكن يكون بيعاني وأنا طفلة يعني طفلة ما عنديش حاجة أقدمها كنت كم سنة فينا كنت 8 سنين لكن بابا توفى بعديها وأنا عندي 13 فلما بتشوف دوة يعني غصبة عنك بتتزرع في قلبنا رحمة وبعرف يعني إيه راجل كبير أو راجل مريض وكان راجل حنون جدا 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 وما كانش بيحساسنا بده وده كان بيوجعني أكتر إنه هو برغم إنه بيعاني بيدينا وعايز أقولك إن الحنان والحب اللي شفته من بابا في سنوات قليلة بيكافيني لحد النهاردة والحاجات الحلوة اللي كنت بيشوفه بيعملها علشان كده بيقول دايما السنين الطفل الأولى دايما بيقول السنوات الأولى بتفرق كل حاجة بنشوف أهلينا مش بتقولها بتعملها خلاص بتتغيرس فينا كجزء في اتجاهاتنا وأفكارنا ومشاعرنا لكن فكرة إني أدخل طب أنا كنت عايزة أدخل طب علشان أنا اللي كنت مسك أدويت بابا برغم إن أنا كنت صغير بس أنا اللي كنت عارفها حياخد دوا إيه إمتى وكانت يعني مؤمر لا يرحمها كان بتصغرب أنا زي حفظة دوت لكن كنت تأثرا بدوت لما جيت بعد كده بعد سنوية عامة أنا اتجاهاتي أدبية وعلوم اجتماعي كنت شطرة في العلمي لكن يعني مش قادر أحسها أنا عايزة حاجة أتفاعل معها عايزة بني أدمين فدخلت السياسة وقتصاد وما قدرتش أدخل طبق حضرت في طبق محضرتين حضرت في طبق أسنين قلت طب بلاش طب ما قدرتش خالص فرجعت السياسة وقتصاد ولأ حسيت أن أنا أكثر سعادة وأن هي دي أنا فالحقيقة لا يعني استمتعت بكلية أما بقى الجزء الفني فأنا بحب السنيمة جداً وبحب الأدب وبحب الأكلين أتفاعلت كمان مع المخرج يوسف شاهين مع المخرج الكبير يوسف شاهين أنا بقولك محطات حياتي غريبة أشتغلت الشغل أنا صعبة معي يعني مش مكانش عمل تقليدي إنتاج مغير مشرقة برضي لا كنت هو يعني الله يرحمه المخرج الكبير يوسف شاهين كان بيكتب سيناريوهاته بالثلاث لغات عربي إنجليزي وفعنسيوي وكانت تجربة بالنسبي لي كانت لسه في مطلع حياتي وأن أنا أبص يعني إيه استوديو ويعني إيه استوديو مصر وجلال وستوديو جلال والمونتاج والتعامل مع شركات إنتاج وبتشوف الفنانين كمان هما بيمثلوا الأدوار وإزاي بياخد اللقطة لا طبعا كانت جزء كبير جدا يعني جزء شكل جزء في شخصيتي أما الجزء الأدب فأنا فعلا بحب الأدب يعني أنا فاكرة اشتغلت كان بكتب أول مرة كتب استراتيجية فأنا فاكرة كان بيشرف علي سفير سعد سفير حسين الصادر رحمة الله عليه رحمة الله عليه في المجلس قومي للطفولة والأمومة قال لي لا أنت مش تكتبيني تكتبيك خصيدة أنا أكتبي استراتيجية استخدمي فقلبتها الناحية التانية خالص فمن حسن الحظ ومن يعني كرم ربنا علي أن أنا عندي الجزء الأدبي بس عندي جزء العلمي يعني أقدر أقلب علمي تماما ومنهجي لكن بلا شك أن الأدب جزء كبير يعني بقول بيهزب مشاعرنا وبيخلينا نحس بالجزء كبير فينا المثقف واللي بيحس والفنان والمبدع بحب المسرح وبحب التمثيل في مصرح الجامعة فعلا كنت في سياسة وقتصاد بس بنمثل على مصرح وعرف مصرح كلية حول أهلا بأهلا لا هي على الفكرة برضو تجربة حلوة قوي أنك تبقى قدام المسرح لأول مرة تبديكي قوة المواجهة صح؟ لا أنا يعني بحب جدا المسرح والسينما والكتب بس دلوقتي مفيش وقت يعني لعايز أقولها كان حرمت نفسي من جزء مهم جدا بس مش بقيت لكن كل الخبرات الحياتية لحضرتك اكتسبتها دي أكيد وانتي بتشتغلي في الوزارة بيبقى ليها نعكستها على الشغل يعني مسألة أنه تكون الست بطبعها حنينة لكن وزيرة لازم تكون قوية وحزمة في كتير من القرارات الجامع ما بين دا ودا وهل دا مثلا بيأثر على حضرتك أنه يخليكي مثلا منجزبة لملفات ما أكثر من ملفات تانية؟ بوسي معاك يا حقق لأن يعني عارفها لما بيكوني مريتي بحاجات كتير وتجارب وشغلانيت وبتبقي وصلت لسن معين خلاص البرنامج بيبقى على بعض ويعني بيجي موقف يمكن ما بتستدعيش الفكرة هي بتلاقيها جاتو البرنامج وضى بنفسه وطلع برد فاعل أو بكلام أو إلى آخر لكن اللي أنا قادر أقوله أيوة صحة يمفروض نجمع بين الاتنين بالذات في وظيفتي يعني المحتوى نفسه يعني فيه فيه جزء حساس وفيه جزء إنساني التعامل مع الناس في دار المسنين التعامل مع أطفال الأكثر احتياجا لكن البقى طريقة العمل والخطة والإنجاز والموازنة والشفافية في التعامل والمسألة لا طبعا محتاجة حاسم بقى هو ده بيتعب صحبه لأنك طول الوقت يعني تمشي على الحاجات الكبيرة الاستراتيجية والمواقف الحاسمة بس في نفس الوقت لازم تعدي بالك من التفاصيل الصغيرة بقدر الإمكان بحاول أعملها وطبعا مع أنا زملاء يعني الحمد لله طبعا أنا سعيدة أن يكون معي زملائي في الشغل أحيانا بيكملوا أجزاء تانية معي لكن يمكن خبرتي عشان في الوزارة أنا بقى لي ثمان سنين دخل في التاسعة أنا كنت راح على الأساس نيعود سنة فدي تاسع سنة لي لأن ابتدت الأول مستشار بعد المساعد أول وبعد النائب وبعدين وزير ففي حاجات خلاص حافظتها ويبقى الجهد كله جاي في الموقف والتفتير هعمل إيه لكن المحتوى عندي خلاص يعني بالعكس هو وحس بيهم وفهم الشغل دوت بس المسألة بقى إزاي أوظف ده كله عشان أطلع نتائج حقيقية وأثر ملموس طيب وزارة لها بعد إنسان كبير قوي إزاي كوزيرة بتقدر إلي أنت تتعاملي في المواقف الإنسانية وتكوني حاكمة وجديدة في نفس الوقت وإيه أكثر الملفات أقرب إلى قلبك وأنت بتشتغلي فيها بص دهني كل الملفات قريبة جدا سيحبتك كده يعني دي بتاعة الدكتورة نيفين يعني كل ملف وشخصيتي بتتغير معي يعني مثلا لو أنا مسكى ملف الرعاية اللي هو في المسنين والأيتام وأطفال بلا مأوى وكبار بلا مأوى والأسرة والحضانات غصبة عني بيستدعي كأن ما أقولك برنامج وبيستدعي ملف في الشخصية فغصبة عني بتستحضرني روح الأم وروح بس مش الأم يعني لسه فاكرة كنت لسه بكلم واحد من الولاد أو الامبارح وبعني أنا حتى بعد ما قفلت المكالمة حسيت قلت إيه ده أنا كنت مرعبة بجد كنت مرعبة يعني برغم أن أنا أنا ما بحبهمش يحس أن أنا أنا بقى الماضي بتاعي وأنا غالبين وأنا الناس ما بحبش طريقة دي فما بقى ما بحبهاش فعني عايز أقولك في المكالمة الدخلة بتاعت المكالمة فعلا كانت مرعبة أنا حاسيت نفسي بعد ما قفلت قلت قلت قل يعني بس أستفازيني لأنه مش بحب ده بس أنا بعمل ده بحب ومعف مش مش كل شوية بقى حنفضل نتكلم في الماضي وتعيش في أدوار يعني المهمة طبعا الولاد اتخد وبتكلمني بعديها وشكرني قالي أنا أنا لأنه ده هيدفعه هيدي القوة أنه يتجاهل قبل كده ونركز في اللي جاي فلكن ملف مثلا الحماية وملف الفقر ملف الفقر بيفرق بالنسبة لي لما يدخل شاب قادر يشتغل وفي كامل قوة غير ما يدخل علي حد عنده أعاقة شديدة أو مسن يعني يدخل علي يا شاب ما بحش أنه بيصعب علي ده بيستحق المساعدة فيها لأنك أنت تقدر تشتغل أقوله هساعدك هنساعد بس هنساعد الوقت بإيجاة فرصة عمل بعد كده ما انت واقفة أو هوت ما تروح تشتغل يعني قصدي الشخصية لما بتيجي تتعاملي مع مثلا ملف تاني زي ملف ديارنا والأسر المنتجة بتستطيع منك الجانب الفني والجانب أنك تشجع واحدة ست وتشوف إيه مشاكلهم عشان ينتجوا ملف المجتمع المدني أنت بتتكلم مش بس في مجتمع مدني في وحدة وطن في أن زي مجتمع المدني فروديو أقمع الحكومة ومع القطاع الخاص وأن المجتمع المدني إزاي تدي له حقه بس في نفس الوقت تحمي اسم مصر في الخارج وتثبت قد إيه مصر بتبذل في دوت وقد إيه الخيادة السياسية قدت مساحة للملفات دي كلها يعني على حسب الملف بتستدي وممكن نفس الملف تقوم فيه بالدورين يعني مش معنى أن أنا بحب طفل أو شاب ممكن يكون اتحرم من الرعاية الأسرية بس مش هنقض نعاية كتير بقى قوم بقى عشان تبتدي حياتك وتشؤ طريقك وما بحبش حدي حيث أنه ضعيف أو أنه مهزوم خلاص اللي مهزوم يعني هو ده الموت الهزيمة لكن بدام فيه حياة لازم أبتدي وأتقدم له قدام ما بقولش ما تتوجعش تتوجع جوا بالليل عيض شوية وبقوم الصبح خلاص بقى خلصنا انزل بقى يلا مش هكون منحزة لكن الحقيقة أنه بنشوف ده كتير قوي في السيدات نماذج ملهمة وقوية وإحنا بنحكي حكايتهم ما بنبقاش متخيرين إن الست دي مورد بكل اللي إحنا بنحكي ده وبنشوفها قدامنا نموذج مشرف للأمهات كنا بنتكلم وطول الحلقة معنا سيدات زوجها توفى وربت أبنائها وبنتكلم إنه عاشها كان 110 جنيه ربت ثلاث أولاد دكتور ومدرس يعني جهود كبيرة بتعملها السيدات مسألة تمكين المرأة دلوقتي وإحنا بنتكلم على تنظيم الأسرة وبنتكلم قد إيه ده بيفيد المجتمع حضريك متشوفي الملف ده إزاي؟ أنا بشوف الست المصرية ست نموذج مختلف وتركيبة غريبة من يعني الحضراتكم كنت تتكلموا عن الجامع بين العاطفة والقوة والست فيها جزء كبير كده وإحنا عندنا إصرار يعني بقول خدناه من من سمود مصر كلها طبعا القيادة السيسية السيد الرئيس لما جيه وإدى السيد قدرها ورجع لها مكانتها وإدىها مساحة وفضاء واسع للمشاركة وإنها تثبت نفسها أكيد ده عزز حاجة جواها من أول للست البسيطة وست ممكن ما تكونش متعلمة لست مثقفة لست مهنية وبتاخد مناصب ده إدى الجو العام سنسي كده أو إحساس بالحقوق وبإن دي فرص لازم نستغلها نستغلها لصالح أسرنا بس كمان لصالح بلدنا صحيح ففيه جزء طبعا المكانت الست في مصر والقصص الكفاح اللي بنشوفها أعتقد أن ده جزء من الثقافة المصرية والبيئة المصرية مصر بلد مش سهلة كبيرة عدد سكانها كبير قوي وتخطى عدد السكان الموارد اللي موجودة وبالتالي في عندنا كلنا أزمة ما أقدرش مش هقول أزمة لما بتحلش بس أزمة تستدعي وتسترعي كلنا نقف وكلنا نفكر في حلول لأن ما أقدرش أقول أنا مش عشان أنا النهاردة بشتعل في الحكومة لكن ما أقدرش ألقي بكل اللعيب أعلى الحكومة وما أقدرش في نفس الوقت يعني أسيب فئات أخرى كثيرة وقطاعات تقدر تشتعل وتقدر تعمل حاجة كل مواطن عليه مسئولي يعني كلنا سافرنا برا وروحنا شوفنا ثقافات تانية أنا رحت الصين وصلت الساعة أربعة ونص الصبح فافتكرتم يعني هما لغاية دلوقتي مناموش فطلعوا لا هما صحيحين الصبح يشتغلوا أربعة ونص كأنك عندنا الساعة ثلاثة الظهر الناس موجودين في الشوارع بيشتغلوا فالمسألة محتاجة أننا نفوق يعني نفوق نفوق ونصحة أن في مشكلة قدامنا ودي ما فيهاش عاطفة ما فيهاش بقى طبعا أنا بطبيعي شخصية بقى أقدر قيمة التعاليم الدينية فما قدرش أقول بقى الولد بيجي بريس أو البنت بتيجي برزقها كل حاجة بتيجي برزقها ما هو ربنا قال نعقل ونتدبر ونفكر ونعقلها فالعدد لازم يتحكم الجودة لازم تتحكم وخصائص المواطن إزاي بتعلم إزاي بتربط إزاي الأمة وقاب يدوله حقوق التفنة جايدة بالضبط حقوق مش بس حقه إن أنا أكله وشربه إن أنا صناعة إنسان بعد ما ربنا خلقه سبحانه وتعالى بس صناعة إنسان هو ده العدد بيفرق في الجودة فبالتالي لما بيبقى فيه عدد القصة كلها بتبوز طيب حقيقة تكلمتي إن اكتشفت إن في الصين بيشتغلوا واربع الفجر ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي دايما كان بينادي من اليوم الأول اللي إحنا نشتغل من بدري نبتدي اليوم يبتدي عندنا من ستة الصبح ودايما منشوف نشاط السيد الرئيس بيبتدي من اليوم ده تحديد أو من الوقت ده تحديد لكن أثناء متابعتي كده لمعالي الوزيرة الدكتورة نبين القباج دايما بلاي اللابتوب موجود مع حضرتك صديق في أي وقت يمكن أنا كنت في الأقصر موجود معاكم في المؤتمر الخاص بتنمية المجتمع ليه برضو وحديك طلعت تتكلمي على المنصة اللابتوب موجود على رجلة حضرتك وأنا شغالة إيه حكاية اللابتوب بص اللابتوب ده أنا اعتبرته بقيت يعني مش يعني بسيبه يعني ساعة أخده معايا وقل طب أنا محتاجا أقول لا أخده برضو أولا أنا بحسب الأمان معايا جدا هتقولي ليه في كل شغلي وكل حاجتي وكل ملفاتي ويعني ده جزء يمكن اللابتوب هو الشغل في حياتي بس كمان أنا كتير من ملفات بمسكها بإيدي بمسكها بإيدي بمسكها بإيدي بس مش عشان حاجة يعني الملفات دي خلاص أنا شربتها من زمان فبالنسبيلي يعني بحب أراجع اللي بتكتب أولا يعني في حاجات كتير ملفات لما تخرج تتوجه لما كان لجهة حكومية أو لجهة دولية فلازم تكون مسؤولة عن كل كلمة يعني ما أقول الكلمة تفرق الرقم بيفرق فإحساسي بمسؤولية تجاه البيانات اللي طلعة أو اللي جاية لنا مهمة أولا لكن اللابتوب هو فعلا جزء مهمة جدا في حياتي وإن كتير يعني 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 زميلتي السابقة معي الوزيرة السابقة غدا ويدي كانت تسأولي أنا نفسي أعرف إيه اللي في اللابتوب دوت يعني يعني أنا نفسي أعرف دلوقات الحاجة بيتنامي أمتى يعني بيتنامي أمتى مع كل مجودة والملفات شغالة عليها بإيدك يعني بص في جزء طبعا زميلة بيشتغلوا فيه بس بتعدي علي لكن اللابتوب فيه كل حاجتنا يعني البقات إحنا بنتكلم في عصر تكنولوجيا وتحول رقمي يعني حتى الورق لسه بقول للزملاء ليه إحنا بنتداول ورق ما نبعاتهم وبعدين أنا يعني بدل مكتب على الورق وحد تاني يصلح ورايا وأنا وأنا سريع جدا فأقول طب ما عمله أنا وخلاص يعني هي طبعا فيه جزء من ده لازم غير يعمل صحيح مهام ومسئوليات وتوزيع مسئوليات لكن فيه بعض الوثائق اللي أعتقد خاصة إحنا في مرحلة جديدة أو في تطور إداري بنعيد مثلا هيكل الوزارة من جديد بنحط وظايب كلها جديدة بنحط استراتيجيات موازنة حنعتمد عليها طول السنة ففيه بعض الملفات كده أعتقد لازم المسئول يبص فيها حتى لو مشغول بنلاقي وقته حنبص فيها يعني لكن هي اللابتوب فعلا حبيبي بس بس حاجة بتغديهم أنا أعتقد نعملنا معجزة عشان ندخل حضرتك من غير ودلو لا معي يا سداد بنعرف معي وزيرة عايزة أرجع مع حضرتك لمبارح بقى تم الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات كنا نتكلم كانوا متقدمين 775 تم اختيار ربع مية منهم ووصلنا مبارح كمان للأسماء الأمهات المكرمات أكيد مش حاجة سهلة اختيار أمهات المثاليات مش حاجة سهلة الشروط إزاي وأكيد كل واحدة بتبقى مقدمة بيكون نفسها وحلمها أنها تسمع اسمها فايزة في المسابقة فالموضوع أكيد مش حاجة سهلة أولا أنا عايزة أقولهم كل سنة وهم طيبين وكل سنة وستات مصر الرائعات والعظيمات واللي فيهم كل حاجة حلوة حتى الحاجات اللي مش حلوة هنعملها النهاردة حلوة علشان يعني كتير ستة المصرية بديب أقصى ما فطأتها فبجد كل سنة وستات مصر طيبين من قلبي وبحييهم تحية خاصة وبشدة على أياديهم وبقولهم علينا مهام كبيرة جدا وعلينا مسؤوليات ولكن احنا بنستمتع بالأمومة وبنستمتع بكلنا نساء بكل ما تحتوي كلمة مرأة بكل جمالها مش بس الخارجة أنا مش بتكلم على جمال خارجة بكل جمال الحاجات اللي ربنا خلقها جوه المرأة واللي فيها جزء كبير من الحياة الأمهات المثاليات أنا بالنسبة لي كل أمة تقدمت هي على رأسنا وإحنا مقدرينها ومقدرين حياتها المسألة في الآخر مفضلة لكن كلهم كلهم ليهم قصص جميلة ورائعة الأم يعني عطاء وهي رحلة عطاء لا تنفذ أبدا ولكن أحيانا الرحلة بتكون صعبة فبتستدعي جهد أكتر وتضحية أكتر لما جات لنا الحالات أولا إحنا بنعلن بمعايير فيها شفافية بواجهة عام المعايير إنها بتكون الفائل العمرية 50 سنة في أكتر بتكون عندها طفلين بناخد أكتر من طفلين بس في مناطق الحدودية خلي بلحاجة كل معيار حطنا لازم نكون متصقين مع الأفكار اللي بنقولها يعني لو إحنا عايزين أسرة صغيرة فإحنا بنطلب أسرة صغيرة عايزين أن الناس تتعلم وتعلم أولادها فبنطلب أنها تكون علمت أولادها ووصلوا التنوع فكرة التنوع في الحالات أو الأمهات وبعدين إحنا طبعا فيها جزء أنها بيكون لها قصة مختلفة عشان تعرفت فضلي بينهم وبين بعض لكن بنعلن عن هذه المعايير في المحافظات كلها يأما السيدات نفسهم بيتقدموا يأما حد بيقدمهم في على مستوى كل مدرية في لجنة وبعدين في لجنة مركزية عشان نضمن الشفافية مش وزارة التضامن بس اللي بتحكم وزارة التضامن مجلس قامير مرأة مجلس قامير الإعاقة كلية التربية وخبرة يعني مجموعة كبيرة ولجنة إحنا ما بنشوفهش يعني اللجنة بتعمل كل حاجة وبعدين فيه كذا مرحلة من التصفية الأول على مستوى المحافظة وفيه طبعا مكتب السيد المقافظ بعد كده بيساعده الحالات وبتجلنا وبنختار منهم بتبقى فيه اللجنة المركزية بقى بتتأكد من شفافية الموضوع وبتعلنها لكن قد إيه ده بيكون سعيد للأمهات وقد إيه بتمنى إن كل واحد فينا يكون كأنه عنده أم مثالية مش لازم تبقى مستوى الجمهورية صحيح بس تقدير ليهم وأعتقد إن دي الهدية اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لقصص النجاح والأمهات المثاليات بفكرة تكريمهم يعني بتقول لهم شكرا ودي الهدية اللي بتديها لولادها كمان إن أمكو يعني نموذج لازم اللي احنا نفخر به بس أعوز أعرف من حضرتك الهدية بقى اللي جات لحضرتك أول هدية في عيد الأم من ولاد حضرتك هل تفتكريها ولا لأ بس يعني قدي كده يقتين نفكر فيها نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع حضرية الكلام وندي نوع من عنواء الساسبينس كده والتشوئي للسادة المشاهدين بقى خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام مع معالي الوزيرة نيفين القباج ووزيرة التضامن الاجتماعي ونعرف منها أول هدية جات لها في عيد الأم من ولادها أهلا بحضرتكم من جديد مكملين معاكم واحتفال خاص بكل أمهات مصر النهاردة في عيد الأم وإحنا معانا الدكتورة نيفين القباج معالي وزير التضامن باكتور طبعا بنرجع لحضرتك وسؤالنا كان قبل الفاصل أنه أول هدية عيد أم تفتكريها أول هدية كانت بلوك نوت عليه رسومات جميلة أو رسومات أطفال من مريم أو من يوسف من مريم كانت هي أول هدية مريم جاءت الأول فكانت أول هدية بلوك نوت وهي منظمة جدا 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 فالبلوك نوت كان محدود كانت أعتقد عمداء ممكن خمس سنين والبلوك نوت كان فيها حاجات كان بكت فيها كل يوم أنا هعمل إيه فجابته لي اتبسطت بكتدا كان عجبني وإحنا بنضيف إحنا كنت في الوقت ده وإحنا كنت عايشة برة وقلت حاب أشتريه بعدين محتفظة بيه لسه ما للوزيرة؟ لا للأسف محتفظة جواباتهم هم يعني كنا مثلا لو هتعمل حاجات أزعل منها فتروح كتبدي ورقة هو هيخرج فيكون كتب له أنا خرجت في الحتة الفلانية أو يعمل أول رسمة في المدرسة لأ دي الحاجات دي محتفظة بيها لسه لكن بلجنوب بتاعي أنا لا مش معي للأسف لكن معي حاجاتهم هم طب الولاد أنا عارف الولاد ما بيجيبوش هدايا تقريبا لا والله لا والله جاب لي توكة شعر جاب لي توكة وقعد يقولي أن أنا لسه ما سوفي صغير فجاب لي بس أنا اتبسطت بيها جدا طبعا جاب لي توكة توكة شعر برضو هو أنا صغيرة وهو يعني بيروح يجيب الحاجة بس حتى يعني مريم عندها إحساس ماما شوية كانت هي الأكبر فهي اللي بتروح تجيبه وبعدين وهو معيها وهي صغيرة كانت مسيطرة وبعدين إما كيب له وتعكس لكن بقيت هي اللي كان بتجيب له الحاجات وهي صغيرة طيب مع الوزيرة احنا بنتكلم على عصر تمكين المرأة وحديك قلتي أن يمكن القيادة السياسية بتولي اهتمام كبير بدأ ويمكن شايفين 8 وزيرات موجودين في الوزارة الحالية وزارة دكتور مصطفى مدبولي عاوز عرف بقى العلاقة التنافسية ما بينكم وما بين بعض في العمل هل هي علاقة تنافسية بالفعل ولا علاقة تكاملية بتكملوا بعض هي لو علاقة تنافسية بما نجح نيش طبعا هي فيها جزء تنافس إيجابي يعني حد يعمل حاجة حلوة أقول الله طب ما دي فكرة كويسة ما أنا ممكن يطبقها عندي لكن التنافس اللي هو البناء النظريا أنه كل واحد هي ليه قطاع عمل صحيح وإلا لو بنشتغل في نفس الحاجة طب ليه فيه اتنين مسؤولين ففيها حاجات متقطعة بقى وبتبقى حاجات مثلا ممكن نبقى زميلي بيعملها بس مثلا على مستوى تاني يعني واحنا بنا يعني احنا بنا ممكن شغلنا على مستوى القرية والناجع فحتلاقي مثلا الوزارات اللي تشتغل على المستوى ده مش كتير الوزارات اللي فيها تعامل مباشر مع الإنسان يعني مثلا وزارة التصالات ما بتتعاملش كل يوم مع مواطن مع شبكات مع شركات احنا بنتعامل مع فئات مختلفة لكن التنافس الإيجابي حلو نتعلم من بعض حلو لكن المهم ما نخليش ده يجور على مصلحة الشغل لأن مصلحة الشغل هي مصلحة البلد ومصلحة ناس كتير كل واحد موكل بالحفاظ على حقوق مواطنين فلو أثرنا أو مش هنفضل بقى للشغل هنفضل فلا طبعا هي فيها حاجات إيجابية وطبعا دولة رئيس الوزراء دايما هو اللي بيشرف علينا وبيفصل في الأمور فالحمد لله يعني الدنيا بتمشي كويس قوي مسألة الشغل على جودة حياة المواطنين يمكن بقينا بنلمس ده على أرض الواقع ومبادرة حياة كريمة الحقيقة أنه خلقت يعني قاعدة بيانات قوية جدا 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 بيستفيد منها المجتمع المدني وبيستفيد منها الوزرات في شغلها شايفها ده إزاي معاني الوزيرة وإلى أي مدى حياة كريمة تحقق المستهدف منها حياة كريمة يعني أنا دايما بيقول عليها منهك حياة أن السيد الرئيس عايز حياة كريمة لكل مواطن مصري وكل مواطن مصري يفرود هو نفسه يسعى أنه وفر نفسه حياة كريمة يعني لو أنا مش هشتغل هعمل إزاي حياة كريمة لو مش هعلم ولدي طب حوفر لهم إزاي حياة كريمة فحياة كريمة هو بداية جديدة للدولة إن الدولة دلوقتي حطت نصب الأعين إن أنا أعمل حياة كريمة في التعليم وفي الصحة وفي الطرق في الاتصالات وفي الكهرباء وفي الصرف وفي الشغل فحياة كريمة هي لحظة تأكيد من الدولة وعقد ما بين المواطن والدولة عقد اجتمعي إن إحنا عايزين حياة كريمة عايزين البلد كلها كريمة أعتقد إن حتجيب أثارها حنظلمها لو قلنا لحقة أثارها تطلع لأن إحنا يعني في الموضوع بتحياة كريمة على مدار الساعة 24 ساعة في سبعة رؤساءنا بيتابعوا معنا دولة رئيس الوزر ماسك الملف قوي جدا السيد الرئيس بيتابعوا بنفسه في التطوعات كمان دلوقتي في الملف التطوع قطاع خاص بيساهم مجتمع مدني حكومة إعلام أعتقد إن الدولة كلها على قدم الوصق والسيد الرئيس بيتابع ده لأن فيه موازنات كثيرة جدا جدا وهو في الموازنات لازم يكون هو سيادته بيبقى عنده جزء من الحرص على المال العام فلو القرش هيتحط في حتة لازم المصلحة سيجي فيه مباشرة على المواطن ويكون فيها استدامة ويكون فيه ترشيد في صرفها لأن زي ما قلنا خلينا تبناءنا البرنامج إن مواردنا أقل من احتياجاتنا فالإحساس بالمسئولية تجاه المواطن لازم تخلي يبقى فيه مسألة على المسئول وديت ده فين وعملت بيه وإيه أثره على المواطن فحياة كريمة كل سنة هتظهر نتائجها أكتر على حياة المواطنين معي الوزيرة يعني حضرتك قدوة ونموذج مشرف فعلا لكتير من الفتايات والسيدات في مصر الرسالة لتوجهيها لكل سيدة وكل فتاة بقى جامعية حالياً بتتفرج على حديك وشايف حيك نموذج القدوة لها يعني أنا بقول يعني إحنا بنيجي الحياء وإن كل سيدة بيبقى ليها رسالة الحقيقة كل بني آدم لكن السيدة كمان إحنا الستات قواريب شوية يعني تلاقينا كده إيه بنتكتك وندبق في الحاجة اللي بتدبق مصاريفه اللي بتتكتك لأفكاره اللي بتتكتك لأولادها مش حد بتتكتك لجوزه والجوزة كلها حلوين الأزواج كلهم رائعين وحلوين مغروب على الأمران لا بجد ناس طيبة يعني ربنا يبارك لأن في الآخر هي أسرة لكن السيدة المصرية أو البنت في مطلع حياتها لازم تدور نفسها على رسالة إحنا جينا الحياة دي برسالة وقد إيه لما بيكون فيه رسالة وبقرب منها لأ ببعد عنها لأ الرسالة دي ما تلعيدش مناسبة ليا لكن لو سبت نفسي عايشة بشكل تلقائي كده كل يوم بيومه أعتقد هنخسر كتير إحنا سيدت عندنا إمكانيات عالية جدا عندنا طاقة عندنا صمود عندنا صبر عندنا عند مع الأحلامنا ومع مهمة قوي إن هي تختار شريك حياتها صح مهمة قوي ما تدخلش في علاقة تنافسية إنها كل واحد يعني زي الشمس والأمر كده ما ينفعش ده يحل محل ده وده يحل محل ده لكن الاتنين بيكملوا بعد وإنها تحرس تماما على يعني أنا بحب الستة اللي بتشتغل على فكرة بس بحب الستة اللي بتقدر أسرتها وإن الشغلة لا يغني عن الأسرة أبدا دي مشاعر ودي مشاعر تانية خالص فما فيش مجال إن أنا إلا لو ربنا حتى ربنا لما بيرزقناش لو سيدة ما تزوجتش فيه مئة ألف شكل من العطاء بعمله فيه إن أنا فيه مسن محتاجني وفيه طفل محتاجني فالنهار ده بفكر أكتر إن الجيل الجديد والبنات يفكروا في الجودة بتاعت شخصيتهم بتاعت حياتهم بتاعت عطائهم إزاي لما يكبروا يقول أنا عملت إيه في حياتي لما يبص الورا يحس إن لا الحتة دي كانت حلوة حتى لو بنخطأ حتى لو بنعدي بحاجات إحنا غلطنا فيها أو غلط فينا بعد كده بنضحك عليها لما بنكبر وإن كل واحد عنده مشكلة يقفل الباب في اللحظة من اللحظات ويقوم ويسمع كمان يعني حتى لو الجيل الجديد متعلم أكتر ومطلع أكتر لكن ما زلت بقول إن الخبرة بتفرق فمهمة قوي إن إحنا لما نسمع الحاجة ننصد ما نسمعش الحاجة عشان بسمعها وخلص لا لإن قد يكون فيه رسالة ما أو فرصة ما فبقولها يعني إن شاء الله تكون سيدات مصر كلها سعيدة والأسر كلها مش السيدات بس وإحنا النهاردة كنا ساعدين وفخورين بوجود حضرتك معينا كل سنة وحضرتك بخير موضوعات وإنكم تدريس كل حاجة أنا عرفش أنت عرفتوا الكلام ده من دراستوني أمتى وإزاي لكن بقولك ربنا يوفقك ودايما وزارة التضامن مفتوحة وأنا كمين دايما متاحة لأي حاجة الإعلام محتاجها لإحنا كما محتاجين أكيد طبعا ويمكن حاجة إختصرت الكلام أي حاجة الإعلام محتاجها دايما حاجة بيكوني موجودة فيها ويمكن أقول للسادة المشاهدين بقى سر أن حضرتك كان عندك الالتزام ومعاد مهم جدا من النهاردة ولكن رغم ذلك أصارت اللي أنت توفي بيالتزام حضرتك معنا نحاجري على أنه أنا بحيات كلها بأضياء جاري بس يعني قبل ما نجري نحتفل بحضرتك ونقول حاجة كل سنة وانت طيبة شكرا جيت كل سنة وطيبة جدا كده بعد الهوى وده تعاون على فكرة برضو من وزارة التضامن الاجتماعي قرروا إن هما تكون الترطيبة موجودة برضو معنا إحنا بصراحة كنا هنا نعمل ده مين اللي دفع فلوسة حالتقسم بقى وزارة التضامن لا علينا ولا يموكو يجي لكم كل الحل شكرا جزيلا معي وزيرة دكتورة نبيني القباج ووزيرة التضامن الاجتماعي نورتين في صباح الخير يا مصر وكل سنة وحضرتك بخير وحضرتكوا طيبين وبقى الفخير ومؤمهات وستات مصر بخير والفتاة اللي جايين كمان بخير إن شاء الله يا رب الله معه شكرا مع الوزيز